مبروك 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 عليكم يا شعب مصر مبروك مبروك يا أهل الهرب وبنينة نصر يا اسم غاني يا سعودية أصعرنا كلها حمية سرونا بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية من السعودية 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 سعرنا جديد وجايبين سعر وكمية كبيرة ومنتج كويس بس قبل ما نقول معنا ايه وقبل ما نتكلم في حلقتنا النهاردة هرحب باستاذ خميس الباشا مدير عام الشركة السعودية أهلا بك يا أستاذ محمد وأهلا بكل عزقنا المشاهدين اتعودنا على الجديد دايما علشان كده أنا عايز أقول أن الجديد عندنا النهاردة في المواصفات عنوان حلقتنا النهاردة اسأل عن المواصفات حلقتنا النهاردة حلقة هنسميها اسأل استشير في منتجاتنا في منتجات الشركة السعودية في معرضنا اللي هو خلاص في محطة مشعل في شرع الهرم والنهاردة جايبين مفاجأة جديدة جدا في وسط الحلقة أو في آخر الحلقة الله أعلم ما كاننا فين في الحلقة جايبين ميلايات جايبين عرض الميلايات طاقم الميلايات اللي احنا بنقدمه لحضراتكم النهاردة هو طاقم ميلايات خمس قطع خمس قطع طاقم كامل ألوان جميلة جدا موديلات هيلة جدا كل الأزواء الجديدة وموديلات الجديدة اللي لسه نازلة احنا النهاردة بنوفرها بمواصفات ومقاسات مختلفة أستاذ خميس قال حاجة مهمة جدا قال ميلاياتنا النهاردة وعرضنا القوي نهاردة خمس قطع وأنا لازم أقف عند الجزئية دي كتير دلوقتي جدا ما متفرج على الحلقات وخصوصا حلقة التفيشوب اللي كتيرك جدا في التلفزيون المصري يقول لك هجيب لك ميت الميلاية وميت لحاف وميت بطنية وأسعار ببلاش بس بقول لهم ركزوا في عرضنا النهاردة قبل ما تشتري معندنا اعمل مقارنة بيننا وبين أي حد عشان تجي لنا معرضنا أو نجي لك أو نروح لك أو تزورنا على الموقع الموضوع احنا بنشتري من السعادية الحمد لله خلاص كلنا عارفين لما بتشتري حاجة ازا كان عن طريق معرضنا زي ما محمد قال أو عزا كان عن طريق ان احنا نجي لك بيبقى في نوع من الصقة والمصدقية خلاص وصلنا بيها ده طاقم الميلايات اللي هيجي لحضراتكم طاقم ميلايات خمس قطع للسرير الكبير طاقم الميلايات ما فيهوش حاجة خالص للسرير الصغير ما فيهوش حاجة خالص للسرير الاطفال عندنا عرض الاطفال اللي انتوا عارفونه واثنين ميلاية واثنين لحاف واثنين خدادية واثنين مخدى ده عرض أطفال لوحده اللي هو بمتين جنيه اللي انتوا شايفينه قدامكم على الشاشة ده عرض لوحده ملوش علاقة بعرضنا النهاردة الملاية بتاعتنا يا جماعة خمس قطع خلينا أقول على حاجة أستاذ محمد ده شكل منها قبل ما تقول خمس قطع عايز أأكد ماك على حاجة معلش وإيه الفرق بينك كل الشركات زال فل طيب ما تفين عاكد إيه الفرق بينك وبين العروض التانية وبين السعر بتاعك وبين السعر الناس التاني اتفضل أعز أقول لكم على حاجة الملاية اللي احنا بنقدمها النهاردة يا جماعة سعرها الطبيعي ممكن يكون 60 70 80 أي إن كان سعرها أنا بقدمها النهاردة في عرض خاص في انفراد بتلاتين جنيه علشان خطر لو حد كان عايز يروح يعمل أي حاجة ووقف على السعر قديني قلت السعر وأنا متأكد ان السعر ده هيقعد مش هيمشي علشان كده أنا بقول السعر اللي معنا النهاردة يا جماعة تلاتين جنيه هو سعر طقم الملاية اللي احنا بنقدمه لحضراتكم النهاردة طقم سرير كامل خمس قطع سعره 30 جنيه والأول مرة نهاردة في حلقتنا مش هنشتريت عليك إنك تشتري حاجة بس باين الشرط ده يبقى في حتة معينة وفي حتة التانية مفوش الشرط هنقول أول مرة تيعكس الشروط هنقول وبعديني أنا بأكد معك الحاجة بقول له كل الشركات زي الفلو كل الشركات يا رب تشتغل ونيبقى أدي كده عشرين مرة ولكن لما نيجي نقدم عرض نديه صح نعم بص يا سيدي العرض بتاعنا بيتكون من إيه يا جماعة بيتكون من ملاية سرير كبيرة زي اللي احنا شايفين هذا تمام يبقى احنا عندنا أول حاجة في العرض بتاعنا يا جماعة الملاية الكبيرة معنا اثنين خدادية معنا اثنين مخدة حد يقول لك بقى أنا عندي مخدة واحدة ما عنديش الكلام ده حد يقول لك أنا عندي ملاية واحدة أنا معايا ملاية واثنين خدادية واثنين مخدة العرض ده التقم ده تمنوا النهاردة من الشركة السعودية فقط 30 جنيه اللي حضراتكم شايفينه ده ده كيس الخددية وقادي كيس خددية تاني للناس بقى اللي بتحب المخدات الطويلة ما عندناش واحدة بس عندنا اتنين كيس مخدة كل عملائنا اللي هيجولنا معرضنا في 32 شارع الهرب محطة مشعل هيوقفوا على نفس الريون اللي احنا وقفين عليه ده كيس المخدة التاني لأ وعلى فكرة عايز اقول للناس يعني بجد الحلقة دي انطبق على المقولة بتاعتنا الشهيرة لو الناس قعدة في البيوت دلوقتي عرفنا 8 ملايا 30 جنيه يعني كل واحدة بتلاتين جنيه ولا الشريح هتمشي ازاي ولا عايز افهم برضه مش فاهم طيب هو كان مكرر للعرض ده انه هو ما يبقى العشرة مع بعض بتلتمية تلتمية احنا عملنا دلوقتي حاجة لزيزة جدا تقدر ان انت تشتري العرض بتاعنا يا جماعة 6 ملايات الـ 6 ملايات دولة تبارة عن ايه 6 اطم ملايات 6 في 5 كل ملايا فيها 5 قطع 6 في 5 بتلاتين قطع لما حدك تشتري العرض دوت العرض ده قمته 180 جنيه تدفع 180 جنيه وتحصل على 6 ملايات كاملين يجولك في اي مكان اي حد هيطلب العرض بتاعنا انه يرضى عرض 6 ملايات يبقى احنا بنقول لو اي حد من عملائنا الكرام اتصل بنا دلوقتي هياخد العرض الـ 6 ملايات هياخد 6 اطم ملايات بـ 180 جنيه 6 ملايات اه 6 اطم نعم طيب لو جينا المعرض هيجي المعرض ممكن ياخد واحدة بتلاتين او اتنين بستين سؤال 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 لو جيت المعرض اخد ملايات او اتنين او تلاتة زي ما انا عايز صحيح طب لو في البيت اخد ملايات اتنين او تلاتة زي ما انا عايز لا 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 عشان مصاريف الشحن ما تبقاش ما ينفعش ان هو يدفع مصاريف شحن مثلا على منتج بـ 30 جنيه يكون هو في الصعيد او هنا او هنا هيبقى مصاريف الشحن عليه كتير العرض اللي احنا بنقدمه لعملائنا الكرام تقدر تتصل بي دلوقتي ستة ملايات بـ 180 جنيه ستة طاقم ملايات بـ 180 جنيه طب انا عايز واحدة او اتنين او عايز اتشوف الخامة او عايز اتفرج على الوان تقدر تجينا معرضنا في 32 شارع الهرم مسموح انك تدفع 30 جنيه بس وتاخد واحدة بس بقول له كل الناس كلمونا حالا على 33 85 85 85 او زرونا في موقع الشركة السعودية او زرونا في معرض الشركة السعودية في شارع الهرم في محطة مشعل اللي لسه داخل الحلقة حالا بيقول الطاقم السرير ده اربع قطع انا بقول لا خمس قطع اللي لسه داخل الحلقة حالا بيقول طاقم السرير ده سعره غالي انا بقول مش غالي ده طاقم السرير بيقف في 30 جنيه داخل العرض اللي لسه داخل الحلقة حالا بيقول انا مش عايز ااخد ستة اقول لك الستة ده العرض بتاعنا لو انت عايز تجينا المعرض اهلا وسهلا يلا كلمونا حالا على 35 85 85 او زرونا في شركة السعودية دخليني بقى أقول على حاجة السعودية للمفرشات العصرية متخصصون في تجهيزات العرائس كل الليفل بتاعة الأطقم السرائر موجود عندنا بأشكالها بألوانها بأحجامها بأسعارها لو أنت داخل معرض السعودية هتلاقي فريق جميل جدا من اللي هو فريق عمل الشركة السعودية بيرحب بحضراتكم عايز أقول حاجة يا جماعة لما احنا طلعنا الحلقة اللي فاتت وقلنا عفوا انت بتشتري من السعودية كل عملائنا الكرام كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون دلوقتي لو جه أي إعلان عن أي منتج حطين أرقام موبايلات ومش حطين أرقام تلفونات أرضي أنا بقول لحضرتك قلهم لو سمحت إحنا محتاجين نعرف عنوانكم إذا حد ما عندوش عنوان مش هقولك ما تشتريش منه لكن خليك حذر شوية أول مرة يا جماعة في الأسواق شركة المفرشات أو لتجهيزات العرس بتصدر مجلة لها صحيح موضوع المجلة موضوع المجلة الشركة السعودية صدر الحمد لله العدد الأول من مجلة الشركة السعودية تقدروا تطلبوه من الكول سنتر عايز أقوله على حاجة لو حضرتك حبيت تطلب الحمد لله العدد الأولاني صدر خلاص هتلاقي فيها قسم الوبريات وقسم البطاطين وقسم المفارش العرائس وقسم المفارش الصفرة لا مجلة مجلة مش ورق أي نعم لا مجلة كاملة وقسم اللحافات وقسم الملايات وقسم المراتب وقسم اللوحات المطرزة اليدوي وجناح الأطفال كل دي أقسام موجودة اتعرفوا على أحدث الموديلات وأرقى التشكيلات كل ده هتلاقوه موجود في مجلة الشركة السعودية تقدر بمنتهى السهولة أن أنت تطلبها عندي برضو حاجة كمان طب والناس تقولك أنا مش عايز أمجلة لو مش عايز مجلة كل دوت برضو موجود عندنا على السيدي المعرض اللي احنا بنقدمه المجلة فيها كوبون خصومات على الفواتير لما تجيلكوا المجلة مش هقدر أتكلم عليها أكتر من كده عايز بقى أقوله على حاجة اللي بتفرج علينا دلوقتي يقول الله طب الستائر اللي هي الستائر الجميلة النبيتي دي دي ايه دي أستاذ محمد أقوله دي منتج عندنا طب واحد يقول طب المفرش اللي على اليمين ده ده مفرش صفر أقوله أيوا ده منتج عندنا طب حد يقول الله طب فين المكان اللي بيصوروا في ديه أنا أقولك احنا داخل معرض الشركة السعودية تفضل تعالنا تفضل نجيلك 30 جنيه هو سعر منتجنا تقدر تتسل دلوقتي تقوله عايز عرض ملايات 180 جنيه هتاخد 5 ملايات 5 ملايات 180 جنيه طقم كامل 2 مخدة 2 خددية ملايات كبيرة أسعارنا فعلا مميزة تحب تقول حاجة في نهاية الحلقة؟ أشكرك أستاذ محمد وأشكر كل عملاء الشركة السعودية على ثقاتكم الغالية في منتجتنا مع وعد بمزيد من المنتجات الجيدة والأسعار الجيدة شكرا لحضراتكم مستنين تلفوناتكم بسرعة على 33 85 85 85 تلفوناتنا بقى قدامكم وموقعنا قدامكم ومعرضنا معروف لحضراتكم كان معكم محمد موسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبروك 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 عليكم يا شعب مصر مبروك مبروك يهل الهرب وبنينة نصر يا اسم غاني يا سعودية أسعارنا كلها حمية ترونة بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية من السعودية 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 اشتركوا في القناة